شهد العراق ظاهر تدفق العمالة الأجنابية من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية الأمر الذي أثر سلبا على العمالة المحلية والخريجين وافتقارهم إلى فرص العمل في ظل تعطيل عدد من القوانين الخاصة بالعمالة يدفع بتروين عربته المتواضعة لا يعي ما يجري خلف الغرف المكيفة للحكومة وبين رواقاتها المقبقبة تعرقل عربته تخسفات الباب الشرقي تفاصيل يده المسودة عملا لا فسادا ترسم على ملامحه تفاصيل يوم متعب عمال آخرون على جانب الطريق تبدو بين ثغرات أحدهم قساوة قوته يتناقلون بينهم بسخرية أخبار عن زيارة العمال الوافدين إلى العراق معظم الدول هي تصنع الأرزاق تصنع العمل تصنع الشعوبة يعني مو أنت معمل تعزله مصنع تفجره ما يعني ما يقول شيء ما يقول شيء وهسا سمعنا بالأخبار يقول راح يجبو لكم مصريين مليون مصريين يعني شيء هو إحنا هسا البنغلاديش بلد ما يشتغلون هسا البنغلاديش يشتغل أحسن من يمن المصري يكون مصريين هسا موجودين يشتغلون أحسن من يمن زيانها سأل العراق كل شي ماكم ما ناقي شغل انهيار سوق العمل في العراق بسبب عدم وجود ضوابط تدفع بعجلة الاقتصاد إضافة إلى تعطيل عدد من القوانين الخاصة بالعمال وضرورة الحد من وجودها مع فرض بعض الشروط والمقاييس الخاصة بالعمل من حق العامل العمال ليس له مطن من حق العامل مثل والعراقي يشتغل دبي أو عمان أو بالقاهرة من حق العامل العربي أيضا يعمل لكن وفق ضوابط لا يفضل على أبن البلد المشاريع الاستثمارية عندما توقع مع وزارة النفوط أو وزارة العمل أو الوزارات الأخرى تكون بها نسبة العامل العراقي نسبة أنه الأيد العاملة الأجنبية 20% و10% ولكن الأغلبية هي المواطن العراقي ابن البلد لا بد أن يجد فرصة عمل في بناء بلده عبو العمالة الأجنبية أثقل ظهر الخريجين مما دفعهم إلى التظاهر خلال الفترات الماضية للبحث عن فرص عمل فرص قد تسيطر عليها بعض الجهات التي تدخل إلى العراق بطرق غير قانونية الشباب العراقي محتاج إلى فرص عمل وموجة الاحتجاجات الماضية كانت أغلبها بسبب العبطالة الموجودة عند الشباب وأيضا هناك ظروف اقتصادية صعبة تمر على جميع الدول وأكيد العراق مشمول بهذا التغير الاقتصادي الصعب للمرأة الجميع العمل والشوء الاجتماعي عدد المسجلين من العمال الأجنبية هم 50 ألف عامل ما يقارب الـ 50 ألف عامل الأجنبي وأي عدد آخر غير هذا العدد هو يعتبر مخالف لقانون العمل بما يخص وزارة العمل والشؤول الاجتماعية ودخولها أحيانا الدخول يكون غير شرعي من خلال أقليم كردستان بعض المتسربين وهناك بعض العمال المتسربة من شارع الكبيرة بعد انتهاءها وهناك عمالة دخلت بفيز متعددة الفساد والكساد يتبادل الحرفان وتتشابه أوجههما ففي بلد تمزق فيه الأزمات الاقتصادية أو صال الشارع الملتهب الباحث عن فرص عمل تغرز في جسده عداد هائلة لعمالة أجنبية في وقت يلتحف فيه الخريج العراقي الشارع ومعه قد يضطر إلى تغيير اسمه من جاسم إلى جونس لعله يجد فرصة عمل في بلده من بغداد علي أسد الرشيد ترجمة نانسي قنقر